خد خد تعالي عايزك تعالي عايزك ايو انت تعالي عايزك انا سمعت والله اعلم يعني ان ما تريده لا يريده ده صحيح لو صح طب انت عرفت تتاقلم لوش عارفت تتاقلم تعالي يا معلم وانا هتعلمك يعني انت تتاقلم صلى الله عن النبي عليه يا عزيزة الصلاة سلام عليكم دارياترا وبشمانسين والأسانوي اعملين اي يا ربكم بخير وبصحة وبالسلامة لعنكم بسر معمد المشتوري والنهاردة انشاء الله انا هتشرح له تالت سيشن من moim Anyway, I am coming bush with you واتيه يا معلم صلى الله على رسول الله عليه والسلام احناك قوي. الدنيا شتا في شتا. جبناها حطناه في مصر هنا. ايه اللي هيحصل؟ وانت اول ما تحطه في مصر هنا هيحس ان الجو حار. صح؟ ده حتى ممكن يقلب ايه زرالي اللي قالك ده يه الجو الصح ده ده. احنا عشيكو جوان ما الليه. هو ده بالزبط. هيحس ان الجو حار. قوي. والحوار هيبقى صعب جدا عليه هيحس ان الحرارة صعوبة. ليه هيحس الحوار صعب؟ عشان هو لسه متعودش عالجوة هنا. طب لو فدل قاعد السنة. سنة كاملة. اتلا يحصل؟ هيتعود على . هيتعود على الحصل ده صح ولا بن طان؟ صح. طب صلاة عرسول الله عليه السلام . حاشت النهاردة هيكلمنا على ايه؟ هيكلمنا على حاجة ياسمها الـ يعني Multi adaptation. تعني التأكلام أو التكيف. طب صلاة عرسول الله عليه السلام هو من اللي بي تأكلهم؟ الكناة الحية عموية. بس احنا نتكلم عن ايه؟ عن المية. يىبقى من اللي هاتقصهم في المية؟ أكيد الأسماك ومثلا أي حاجة جوه صح؟ آه هو ده بالظبط طب احنا نتكلم فيه كم نوع من ألواء الادابتاشن عندي ثلاثة حال يسمعها في السيولوجيكل وحال يسمعها بيهيذيور هفحيبا كل واحد من حالي دي دلوقتي وحال يسمعها استركشول بص يا صاحبي صلى الله على رسول الله على عسى الصلاة يعني ايه في السيولوجيكل؟ يعني فانشن اللي انا حتى يفهمت يعني صلى على رسول الله انا اسف عن مثال انا هقولوه او ليه اسف لها نخلىها بالسوق الحلو بص يا باشا في السيولوجيكل يعني انت جسمك او جسم السمكة بيتققلها مع العيشة اللي هي فيها مش فايف صلى الله عنها بي انت دلوقتي سحيط فايع رايخة تدش جميل دش جميل جدا جبت البرثيوم تك 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 الدنيا حلوة صح؟ آه ريحتك حلوة ريحتك حلوة انت أول ما رشدت البرفم شميت الريحة طيب لما تنزل من باب العمارة بقى خلاص و رايح شغلك او رايح مدرستك او رايح اي انت رايح هل هتفضل لسه شامم ريحتك؟ لا انت ليه مش شامم ريحتك؟ هل ده معنى ان ريحتك طارت والبرفم ده فستك والكلام ده؟ لا لا ولا اي حاجة انت جسمك او منخيرك اتعودت عن ريحة خلاص خلت خلاص هي وظفت نفسها خلت نفسها هي متعودة على الحوار ده هو ده معنى كلمة فانشن هي متعودة طيب لو واحد صاحبك جيه وقف جنبك هيقولك الله ده ريحتك حلو قوي معنى انت مش شاممها ده حاجة تدايقك طيب انت قاعد في قوضة مثلا مثلا انت قاعد في قوضة تمام؟ وعملت حاجة كده رايح يتواحش عملنا حاجة كده رايح يتواحش انت في الاول هتشمها بعد كده هتتعود عليها صح وقال لانا غلطان خلاص واي حد في القوضة هيشمها او مرة ويتعود عليها هتفضل حاسس ان مفيش ريحة بس لما حد ييجي عليك من بره ويفتح القوضة يقولك ايه القرف ده ده رايح يتواحش ليه؟ عشان هو متعودش عليها مناخيره لسه متعودتش عليها لسه متأكلمتش لسه محصلهاش فالفيسيولوجيكال ادبتيشن ايش طيب؟ فالفيسيولوجيكال ادبتيشن هو وطيف الجسم بتتأكلم نفسها على عيشة اللي هي عايشها على الظروف اللي هي متعرضا لها ايش طيب؟ اتمنى نكون ايش طيب تصرفات التصرف حاجة هابلة حاجة هابلة الشكل يعني ايه؟ صلى على النبي دلوقتي انا واحدة هو تخينهم تختخوا عندي دهون وبتاع او انت رفيع مثلا فاسفوسكي صغير وديناك الجم او انا رحت الجم خليك انت خليك انت انت رفيع وروحت الجم هل انت هتروح تشيل على طول الميت كيلو ويلا بقى اشيل ميت كيلو واعمل واسوي والليل دي كل لا ولا اي حاجة انت في الاول هيقضيت خليك تشيل ايه؟ خمسة كيلو؟ بقى كده عشرة كيلو واحدة واحدة صح؟ بتعلب الوزن واحدة واحدة لغاية مجسمك يبقى شكله متأكلم على الايه؟ على الاحمال اللي انت بتشيل على الوزن اللي انت بتشيله هو ده شكل السمك بيتغير على حسب المكان اللي هو فيه او الظروف اللي هو متعرض لها في ايه مشكلة؟ حدونا اعترض ده الشكل وده وظيف السمك من جوه وده تصرفات السمك عشان يعرف يعيش بيغير تصرفاته عشان يعرف يعيش عشان يحمي ولاده يحمي خلفته مثلاً ليه لغاية دلوقتي ايه مشكلة؟ اتمنى اكون دين ازال فلت هنتكلم دلوقتي على ايه؟ هنتكلم على الفيسيولوجيكال او الفونكشنال الدابتيشن اللي هو الوظيفة الوظيفة طب صلى على رسول الله على عسو السلام انا اخذ مثال اول مثال هنأخذ باش حاج اسمه الالكتريك ال ده الالكتريك ال ده الصعبان الكهربية ايه الصعبان؟ تعبان البحر ده بيبقى عايش فين؟ قالك ده بيبقى عايش في اعماق البحار يعني اللي لو ده بحر هو عايش في عمك تحت هنا انا مبعرفش رسم تعبان بس ايه؟ هنفترض ان انا تعبان عايش في العمك تحت طب يا باشا العمك ده قد ايه؟ 2000 متر تحت الـ 2000 متر بص يا باشا 2000 متر بحالهم ضغطين على مين؟ على ال 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 ده الالكتريك ال اللي هو اللي هو تعبان البحر هو ايه الظروف اللي بيتعرض لها الالكتريك ال ثانية واحدة ايه الظروف الوحشة وازاي بتقنيو عليها? ايه الظروف الوحشة وازاي بتقنيو عليها? مبدأي نماشا مبدأي نماشا الظروف الوحشة اللي هو بيتعرض لها وهي الضغط العالي مش فاهم والله العظيم. يا وله يا وله يا وله خالي يا ولاكل كل دولة مية ضغطين عليها كل دولة ضغطين عليها الهايبريجر دي أول مشكله دي مشكله تانية النافتاةаксим امام العمق هاتخ it all هل المية العميركة لتاحت فالدبس تحت هل فيها IUな أكسجين كتير لأ ياسطى المية بيبدأ اكسجين الحتة اللي فوق قريبة من هوا دي اللي فها اكسجين اللي تحت اللي تحت اللي تحت مفهاش، مفهاش يعني أنا عندي أكسوجين ديفيشينسي ديفيشينسي يعني إيه؟ يعني نقص أكسوجين ديفيشينسي يعني نقص أكسوجين أتمنى أكون فل الفل طيب صلى على رسول الله وعلى عسى السلام نحلوا كل واحدة من دولة إزاي؟ بص يا معلوم، ركز معي وربنا يأثر بص يا أدارة، الهاي بريجر، الضغط، نعملها إزاي؟ عندي حلين دي، عندي حاكتين بتكايب دي، أو مش هتكايب، السمك بتكايب دي مبدين يا باشا، مبدين يا باشا، دخلت السمكة دي، دي كلها مضغوط عليها بالماء إيه اللي يحصل للسمك؟ هتقول لها تفرقع؟ هقول لك لا، مش هتفرقع، أم قال، هتتطبق، مش هتفرقع يعني جبنا بوكس زي ده مثل، ضغط عليه جامد قوي، هل فرقع؟ ما فرقعش، محصلوش حاجة أصلا، صح؟ آه، إنما لو ضغط عليه جامد قوي، هيتطبق، مش هيفرقع، صح؟ آه، تخيل بقى السمكة، اتطبقت، يعني إيه اتطبقت؟ يعني لو في، كان عنده مثلا، مثلا، كان شوريان مثلا ماشي في دم، هنفترض، الشوريان ماشي في دم، الشوريان ده هيتطبق على بعضه، يعني هيلزق في بعضه، هيلزق في بعضه، هل الدم هيعرف يعدي؟ لا، مش هيعرف يعدي، فربنا عشان يخليه، يخليه، يستحمل الضغط ده كله، خلى الارترز، والفينز، الشوريان، الشوريان والأوردة، خلاهم استرونجة، أكوية، اشتا؟ أتمنى تكون اشتا، طب يبقى صلى الله عن النبي، يبقى إحنا، على حقت الهيبر برجل ازاي، على حقت الهيبر برجل ازاي، عن طريقة كيزاسمها الأورترز والفينز، يخليهاком، الأورترز والفينز دي، دي الشوريان اللي بمش فيها، البيتطبق بتاع mil؟ بتاع السمكة، خلاص بدل ما تتطبق وتكتم الدم خالص ربنا خليها تخينة، تستحمل أيضغط عليها، تستحمل أيضغط عليها، خليها سميكة، خليها قوية، بحيث مهما تعمل الدم مكمل 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 مكمل، فتقدر تعيش تحت، هدنا اعتراض اتمنى اكون الدين ازاق الفول طيب يا باشا تاني حاجة ممكن نزبط بها البرجر او بيعمل ايه باشا بيعمل البرجر وده حاجة هنقولها بس مش دلوقتي حالا 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 يعني هقول لك ازاي بيعمل البرجر بس ان كمان شوية صغري يعني هنفكس للبوينت دلوقتي حالا و هتفهمها كمان شوية اشتا اشتا طيب يا جميل ادي اول مشكلة خلاص حلين اول مشكلة اول مشكلة ضغط صح فخلى الارت ريزولفينز سترونجي جدا 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 فول فول طيب يا نميل ال اكسجين ديفيشنسي يعني ايه يعني النقص في الاكسجين تحت في الاعماق مفيش اكسجين عايزين نحلها نحلها ازاي صلى الله عن نبيه على عيس والسلام اعملنا له مناخير خلينا للسمكة مناخير كبيرة اعملنا للسمكة مناخير كبيرة لارج جلزة ومعنى جلم الجلزة يعني خياشين بس بيني وبينك هي مناخير خلينا له مناخير كبيرة يعني صاحبك اللي مناخيره كبيرة بياخد اكسجين اكتر طيب انت منخيرك صفيفة اشوية اكسجين صغيرين شفت يا صاحبي يعني انت ما تطمرش على صاحبك اللي ايه اللي مناخيره كبيرة ليه عشان هو اللي بيتنفس اكتر منك بياخد اكسجين ده بنسيطر على الهوا ده ممكن يشفوتنا فيها دي هيبقى عنده مناخير كبيرة يبقى عنده مناخير كبيرة جبير المناخير الكبيرة دي فيها مكنسة المكنسة دي اسمها ايه معليش المكنسة وظيفتها ايه تشفت ايق تشفت ايه اي suffered وظيفتها ايه في الجلز، القابلرز هي الأوعية الدموية، ووضعتها ليه في الجلز؟ إن هي تشفت الأكسجين من الماء، تشفت الأكسجين من إيه؟ من الوتر، بتعمل 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 ماكسيمايز، يعني ماكسيمايز؟ يعني بتقطر الشفط الاكستراكشن وفي الاكسوجين فروم الووتر فبالتالي بتطلع لي اكبر كمية من الايه؟ من الماي لغا ده يدفعي مشكلة اتمنى كلها يبقى صلى عن النبي عشان نعالج حوار نقص الاكسوجين رجبنا خلق للسمكة جلزة كبيرة مناخير كبيرة مناخير كبيرة وعندها كابيلرز وفيعة جدا 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 ايه كابيلرز دي وظفتها ايه؟ هي مكنسة المكنسة بتشفط الهوى المكنسة بتشفط الهوى فبالتالي هي بتشفط الهوى الموجود في الماية بتشفط الهوى الموجود في الماية بتشفط الاكسوجين الموجود في الماية فبتعمل استخراج او استخلاص بتطلع الاكسوجين فروم الووتر ايه طه؟ هتمنى اكون ايه طه؟ طب صلى على ليش فاقيك على ياس الصلاة طب ايه تانية يا باشا؟ ازاي نعوض حوار نقص الاكسوجين ده؟ افرد فيش اكسوجين بتاعت كتير بس يا باشا بتبدأ تقتصد في وظايف بسمها توفر على نفسها شوي هسألك سؤال احنا دولياته في مصر الحمد لله ربنا رزقنا كل واحد معاه فلوس على عد ما يقدر تمام تمام فبنقعد ناكل عادي ونشرب رحيتنا والحمد لله ربنا يميسر لقدر الله رقدر الله رقدر الله ربنا يبعد عننا اي شر في ناس عندهم مجاعة هل الناس دي بتاكل زينا لا احنا بناكله كتير بكتير تب الناس دي هل هم متعودين ان هم يعيشوا في مجاعة لا مش متعودين ان هم يعيش في مجاعة وما ايه اللي حصل الحوار في الاول كان صعب عليهم تم بعد كده بقى ياكلوا ايه يا دوبك على الأد يا دوبك على الأد صح اه السمك عملت نفس الحوار بالزبط عملت ايه عملت الميتابوليزم بطقت عملت سلو دا وان للميتابوليزم يعني ايه مش فهم اي ريأكشن في جسمها هي بتعمل شوية ريأكشنات في جسمها اي تفاعل في جسمها بطقته اي تفاعل في جسمها بيحتاج اكسوجين بروحة بقى بدن ما انا احتاج مثلا 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 بدن ما انا مفوض مثلا اعمل التفاعل دا 4 مرات في اليوم هعمله مرة واحدة بس ليه عشان اوفر الاكسوجين ليه عشان اوفر الاكسوجين ليه عشان اوفر الاكسوجين يبقى هاي عملت ايه باشا عملت ايه باشا في ايه مش فهم في ايه مشكلة؟ Перهد من الميتابولازمة يبقي صلوا على المي من الصراع اللي عمل ليه عشان لتكيف عن الأحوار اللي احنا فيه ده عمل ليه هدتكيف الحوار اللي احنا فيه ده بص يا بشة اللي عيش في عمق 1000 متر 2000 متر يعني اثنين كيلو اثنين كيلو تحت المي اثنين كيلو تحت المي فده متعرد للمشكلتين اول مشكلة اللي هي الثقيد يسمع ايه الثقيد الثقيد العالي سانيا الديفشينس للأكسجين. الديفشينس للأكسجين يعني نقص الأكسجين. نقص الأكسجين. أعوض باشها إزاي حوار الهاي بريجر ده؟ بيعوض الحوار الهاي بريجر ده عن طريق عن طريق إنه هو بيخلي الارترز والفينز بتاعتنا وفينز بتاعتها قصدي أنا آسف. كويه. ليه؟ بحيث إنها ما تتطبقش فتمنع فتخليها فتخليها تمشي الدم عادي خالص ولا في أي حاج. سنانين بيعمل الادجس للبريجر والاكسجينس للأكسجين بيعوض نقص الأكسجين إزاي بطريقتين كم طريقة؟ طريقتين. ايه هم الطريقتين؟ أول حالة بيخلي مناخرها كبيرة جدا. الجلزة عالية الجلزة كبيرة. الجلزة كبيرة. ماذا لازم تلككيفير؟ مارت ناسية. مارت ناسية يعني إيه أنا بتشفت بتشفت إيه؟ بتشفت الأكسجين؟ بتشفت الأكسجين فروم الووتر. هل حد هنا يعترض؟ لا سنان بتقلل أي تفاول في جسمها بتبطأه. بتعمله سلوداوني. ايه دا كياب الرحة ومشيها تاتا تاتا. ليه؟ نوفر أكسجين. لغاية ما نجيب أكسجين تاني. لغاية ما نسفها حاج صعبة؟ حد واقع مني في حاجة؟ أتمنى كوندينيا زي الفل. حد واقع مني في حاجة بجد؟ لا. طب صلى على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. من أمثلة الناس اللي بتبطأ. من أمثلة الناس اللي بتبطأ الميتابوليزم داية المعلم؟ اللهم صلى الله عليه وسلم محمد. من أمثلة الناس اللي بتبطأ الميتابوليزم داية هي الايس فش. ايه الايس فش دي؟ سمكة بتعيش في التلج. حد واقع مني في حاجة؟ إن شاء الله كون لا. طب صلى على ليه يشفع فيك؟ عليها في الصلاة والسلام. ممكن تديني مسال تالي تعالي أدريك المسال التاني. بس قبل ما أدريك المسال التاني معلش بالله عليك إراتي سبعين. هنتلم داية بتي في موضوع حقيقة يجند موت. ايه بقي اللي جامت موت؟ باشاا في مشاكل بت... يعني مثل مثلا مثلا. مثلا، مثلا. إزاي السمكة? ليه السمكة اللي بتعيش في المائة البحر؟ ما تقرفش تعيش في المائة العزبة مثلا. واللي بعيش في المائة العزبة ما تقرفش تعيش في المائة البحر. وهكذا. اشتر اشتر. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحكي لك كرسة الأول و بعد كنا هاهسحبك حتة حتة كده، لبعض ما تفهم الدنيا دي. بس يا باشا ايه رأيك يا معلم ايه رأيك يا معلم لو جينا في شم النسيم جبتلك رنج كده في سيخ وبعد كده مثلا ايه ومعها شوية شبسي بقى بالشطة واللمون وايه والملح اف جمدان قعدت انت تاكل ايه تاكل 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 اشتا اشتا قعدت تاكل اكلت البصر كمية املاحة غرع دي انت هتعملي بعدها هتقول يا جنعان انت انا عطشان جدا جدا في وما تتخيل انت لو مديتلك ازيزة اتنين لتر كده و هتبالبحها كلها بق واحد صح اه ده معناه ايه ده معناه يا مستر لانا كلت لحد مش بيعته بعد كده شربته مية لا يا حيوان ده معناه ان المية بتحب الملح المية بتحب الملح المية تحب تروح للمكان اللي في ملح المية تحب تروح للمكان اللي في ملح نقول تاني المية تحب تروح للمكان اللي في ملح المية تحب تروح للمكان اللي في ملح المية تحب تروح للمكان اللي فيه ملح أو المية كلبة ملح المية كلبة ملح المية كلبة ملح تشوف الملح فين وتروح له تشوف الملح فين وتروح له تشوف الملح فين وتروح له تعال يا باشا نطبق الكلام ده على كوب باية مية تعال يا حب دي كوب باية مية وجبت يا باشا سيمي برميابول ميمبرين وقت الزمين مبارس السمي برمي و الممبرين السمي برمي و الممبرين زي ما انا قلتها لك في اول سيشن خالص لما انت فاكر برمي و ممبرين جدار بيسمح بدخول حجات و حجات A و حجات لا يعامل زبابة المدرسة هو بابة المدرسة بيعد اي حاجة كده خالص؟ يعني اي حد دخل المدرسة اشتغى خش 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 لا هو يدخل طلبة A يدخل مدرسين A تب يدخل أي حديثين من الشارعي، يعني واحد ماشي بعربية يقرق قدام المدرسة هينزل من العربية واسع كده بواب أنا داخل مش الكلام ده؟ ده سيمبرمن بممبرين بيتحكم في دخوله وخروج المواد اللي هو عايزها بمزاجه، مش بمزاجه بمزاجه أو بمزاج نعم اشتا؟ اشتا؟ بيبقى فيه بورز، بورز يعني إخرام، 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 إخرام اشتا؟ بيبقى جواب بورز بورز بورز، مسامات أو اخرام المهم يعني مع، يسيبك من كلام ده، أنا 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 أشرح لك اشتاب أنت رفعيما بس، مش عرفت بشيء، هنجيب كباية مياه، نحطها هنا هو عن فكل مسامات أو كده يعني اشتاب أنت بس أين ما ترقاش إيه؟ هنجيب كباية مياه، انيا قباية مياه هنا هنا نحط معلقتين ملح، أو معلقة واحدة معلقة ملح مثلا فالملح هنا كلاهي الأول طب وهنا حط خمس معلق ملح حلو جداً 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 ماشي هنا الملح كميته كمية 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 عندنا اسمها كونسنتريشن اسمها ايه كونسنتريشن لو جيت قلت لك يا صاحبي لازم اعودك على اختصاراتي مش اعود اكتبالك كده باشا كونسنتريشن بكتبها بص كونسنتريشن يعني كمية هكتبها كوند بص بص الكند بص كوند يعني كونسنتريشن كمية الملح هنا كتير ولا قليل طب هنا كمية الملح كتير ولا قليل كتير الى اللي حصله بتاع السلطة. كتير برافو عليك. حلو. انا قلت لكي من شوية. هنا في ملح قليل وهنا في ملح كتير. المية هنا في مية وهنا في مية. المية تروح لمن منين لمنين? ها? من المكان هي تلبت ملح. اه تلبت ملح. المية تلبت ملح. يعني المية تشوف الملح. اوف اوف اوف. ده ده اقصى درجات الاغراء بالنسبة لها. فتعمل يا باشا. المية تروح من المكان اللي في ملح قليل. اللي تروح للمكان اللي في ملح كتير. صح؟ صح. ايو يعنش. لا يبقى عملت زاها مش تولي كده معنش. عرفني. تعالى عرفك. بس يا باشا. المية هتخرج من الحتة اللي فيها ملح قليل. تروح للحتة اللي فيها ملح قليل. فتزوده. اللي فيها المشكلة. لا. طب ما عليش الممكن تقوللي اللي حصل. اقولك. العملية اللي انا بقولها دي اسمها اسموزيس. اسمها اييه? اسموزيس. البروسيس كلها علي بعد اسمها اسموزيس. حركة المية من هنا السيارة D trillion salt، اسمها ايه؟가는 المكان اللذي عنده مد desafى قليل اسمه ايه؟ قالك عنده لو بس 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 أسمتك برجر يبقى المكان اللذي مد Fed'ها عنده لو اسمتك برجر لو اسمتك برجرر لو اسمتك برجر هو ملح يعني اسمتك برجر ملح يعني اسمتك برجرم لح ك Enter montajer بريجر. حدا انه اعتراض اتمنىكم لدينا زي الفل. طب صاحبي صاحبي يا صاحبي. ما في ايه يا جرده. انتظرش يا ايه. ادي بتحدث ازاي? ماشي. طب يا ماشي اه. لو اسموتك بريجر. طب ده. لو هنا كبير. انا قلت لك صلت يعني اسموتك بريجر. صلت يعني اسموتك بريجر. اسموتك بريجر. هنا مالحة تدير صاح? اه. يبقى عنده هاي. اسموتك بريجر. عنده هاي اسموتك بريجر. يبقى صلى على رسول الله عليه يا افضل الصلاة. حركة المية. بتقدر تقول لي حركة المية بتمشي ازاي من ازاي لازاي? منين لمنين? ماشي. بتقدر بتمشي المية. المية. المية الوطر. ازاي من اللو. من اللو للهاي. من اللو للهاي. من اللو للهاي. لهاي. لهاي اسموتك بريجر. لهاي اسموتك بريجر. واحد الل沾 يما يقولك لا بعملية اسمها إيه? بعملية اسمها إيه? حد يناainen اعتراض اشرق قصد تناسب اعملية اسمه حد Wet مائني في حاجة بس هما عندك بس هما مصطلحين ال toward to learn انت بتجيب شوية مي وتجيب شوية ملح اللي كميته صغيرة اللي كميته صغيرة بقول علي اسمه صليوت بقول اللي كميته كبيرة صلزنت الحاج اللي بتدوب بقول علي اسمها صليوت اللي بتدوب شو بصدقني اسمها مني بقى معلم حرف يو صغير يو صغير كده بص ده حرف اليو طب كمية كبيرة قادة كده كمية كبيرة قادة كده دي اسمها صليوت كمية صغيرة اسمها صليوت حد انا اعتراض ماشي اكيد مش ده مش هدف الاسموز انا بقول علي بسه عموما الملح اللي انت بتحطه اسمه صليوت يو حرف صغير الكمية الكبيرة اللي هي المية والله ما اكتر من كده ده اللي عايز اقول عليك بس اشتا اشتا هي حركة المية من اللي منين من اللي منين حد انا اعتراض اتمنى اكون لأ ان شاء الله اتمنى اكون لأ ان شاء الله طيب صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام انا الكلام ده هيفدني في ام علشة الكلام ده هيفدني يا صاحبي عشان يفسرلك عيشة سواء في مية ملحة او سواء في مية عزمة تعالي اتكلم الاول لما تعيش في الفريش ووتر هتعمل ايه علشان تتكيف مع الفريش ووتر دي عنده نوعين بيعيشوا في الفريش ووتر كان نوع نوعين يا اما يوني سلولر ليفن دو ارجانيزم يا اما مالتي سلولر ليفن دو ارجانيزم ماشي يعني ايه يوني سلولر يعني متكونة من سلة واحدة 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 حد من الاعتراض ايه ده هو فيها مستر كائنات حية عايش على الارض عندها سلة واحدة بس اه طب احنا يا مستر عندنا سلة واحدة لا احنا عندنا مليارات السلس ده الحتة السلس بص انت بتعمل تدوب تكفرك سلس بترمي سلس احنا مالتي سلس بس احنا مميعش في المية احنا مميعش في المية احنا مش بنتلم على دول احنا مش بنتلم علي انا بالوقت ايه يوني سلس ايه يوني سلس دي؟ مش عارفه جالبا بيقولوها بالعرب جالبا بيقولوها بالعرب بيكينات وحيدة وحيدة الخلايا المهم يعني معلم صلى عليش رفيته علي صلى الله بص يا فزيشة اليوني سلولار دي عبارة عن ايه؟ يدي نفسال عليها مثلا اميبة اميبة يوجلينة يوجلينة وعندها اسمها براميسيوم براميسيوم البراميسيوم دولة التلاتة بيكينات حية عندها هي واحدة الكلية ماشي هي عيشة في مياه عزبة صح؟ اه هنفترض ان دي سلل هنفترض ان دي سلل دولاتي وهنا خلينا متفين اتفاق الفريش ووتر هل فيها املح؟ فيها سولتس؟ لا فمفيش هنا ملح الفريش ووتر مفيش فيها ملح طب ده عندهم ملح؟ عندهم ملح يعني مين عنده كونسنترشن عالي للملح؟ السلط هنا عالي انما السلط هنا قليل ماشي يبقى المية المية ده 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 كان حية ده كان حية عايش فين؟ في المية عزبة ماشي؟ ماشي انت مش سايفه اه بس مناش دعوة هو يبقى المية تروح منين لي منين؟ جدعي ولا هتروح من المكان اللي عنده لو لهاي لو لهاي المية تخش في السل المية تخش في السل المفروض ايه يحصل؟ مية عمالة تخش 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 السل بدل مسلا ما كانش اللي عام كده هو تعطي تنفق تنفق بالمية هل تفرقع؟ عشان ربنا خليها ما تفرقعش هتعمل ايه باشا عشان ما تفرقعش لازم تتكيف على المكان اللي هي عايشة فيه فبتتكيف عليها ازاي؟ بتتكيف فيها ازاي؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله ربنا عمل لها كيس او زي خرم كده هو في كياس ايه اللي كياس دي؟ دي مش شجرة دي مش شجرة دي كياس او يعمي كيس واحد خرم واحد دواء برا عن كيس عمل لها فاتيول اسمه ايه؟ فاتيول ومعنى كلمة فاتيول يعني كيس كيس الكيس دي باشا؟ المية تخش يا باشا في الهنا في البكيول دي طاعدت ملة في الكيس طاعدت ملة في الكيس اشتا؟ اتمنى لكم اشتا اول تاني اول تاني اعمل لها كيس يا باشا اشتا اشتا عمل لها الكيس ربنا اخلى لها جواها كيس الكيس ده بيعمل إيه بياخد المميّدات يقعد يملة 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 حبا ورح الكيس يعملكي يعصور نفسه يعصور نفسه يعمل نفسه ouses arbitration يعني انكباض يعني يخش في بعض كده يقفل على نفسه عشتة يعصور نفسه حدا PUعتراض عشتة فابقول عليه اسمه كونتراكتايل كونتراكتايل فاكيول كونتراكتايل بص كونتراكت كونتراكت يعني ايه انكبادي 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 يخاف يكيش يعصر نفسه عدنون اعتراض يرمي الماء خالص لبره تب يرميها ازاي عن طريق السلمين بريد يلا ما السلمين بريندة لو انت فكره احنا قلناه في اول سيشن خالص انه هو عامل زي البواب هل سيشن؟ سمي بيرمي ميمبرينت حدا ان اعتراض حدا ان اعتراض? لا يبقى شن My Sealer ايه اللي حصل؟ فريشت ووتر عملت ايه؟ عملت ايه؟ دخلت فين؟ السل هل السلة تقاطى اتنفك 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 لا السل ده نجويها curso هي�을 Crew يقعد اتنفك 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 اين الآن يعصر نفسه عاملة زي البواب الظط دي عاملة زينا ما احنا مشتورين؟ ؟؟ اه اоду عاملة زينا بالظبط باشة انا سحيت في الصبح شربت لتر ماхو تاني يوم شربت اه ايه في نفس اليوم عملت للالافية هل انا بخبرمان روايا؟ لا مال حدي Consorti او الناس اليوم انا نبخبروه ريسكم في الكيس مجمع السوائل اللي انا عمال اشربها دى اوبا خلاص انك اخدت الفايدة من السوائل اللي انا عمل اشربها اه واtakeش sociale اوبا تعمل بجدTo انا قسف اللفز تبا تعمل بجد اشتا؟ اشتا؟ هي عمنا زينا بالظبط او احنا عمنا زينا والله العلم بقى حد انا طرد؟ لا طب باشا ده لو الفريش ووتر حلو؟ حلو طب باشا لو انا هتكلمك دولاتي على المالتي سيلولار ليفنجي أورجانيزم مالتي سيلولار ليفنجي أورجانيزم نقصد بها مين دولاتي؟ الفش يا حب عمري الفش لا اسمك العديد تعيب بصلاة رسول الله علي بساطة السلام الفش بقى معاله احوارها ده بصي معاله الفش عاملة زي اليوني سيلولار بالظبط بس الفرق حد تاني الفرق الفش دي تمعلم دي سمكة السمكة دي هي بالنسبة للماء اللي هي عايشة فيها انا انا فشل في السمكة بس ايه اشتاين ده بقها انيها ودي كده بالنسبة للماء اللي هي عايشة فيها هي هي الملح فيها اكتر طبيعي بالنسبة للماء اللي هي عايشة فيها هي الجواها السلطة وطالما السلطة بتاعها عالي يبقى عندها هاي هاي اشتا اتمنى نكون اشتا خلاص فيه اللي يحصل تلقاتي شايف الوطر الوطر هنا مفيش ملح هنا مفيش ملح تدير هنا مفيش ملح تدير فاللي يحصل تلقاتي ان الملح ان الملح ان المية تخش للمنطقة اللي فيها ملح تدير يبقى سأله على النبي هنا لا فيها قليل وطالما السلطة قليل يعني الاسموتك بريجر الاسموتك بريجر اللي يحصل له قليل بتروح من المكان القليل للمكان العالي من لو لهاي فتروح للسمكة هل السمكة دي غبار عن سفينجة لا هي بتخش للسمكة عن طريق ثلاث حاجات الجلد والجلز خياشمها او مناخرها والجلز والماوس والبق يبقى المية المية بتخش للسمكة ازاي؟ عن طريق ثلاث حاجات دولار المية بتخش للسمكة ازاي؟ عن طريق ثلاث حاجات دولار خلاص يبقى اللي حصل كلقاتي ان خلاص المية اندخلت للسمكة جوه ازاي؟ عن طريق ان فيه فرق بتاع السلط السمكة للسلط بتاعها عالي فالاسموتك بريجر بتاعها عالي فبالتالي المية بتروح من المكان اللي ملحه قليل لملحه ايه؟ لملحه عالي هتخش السمكة ازاي المية دي عن طريق 3 اماكن الموس اللي هي البق اللي هو الجلد بتاع السمكة واخر حاجة وخالص وهي الجلز وهي الخياشيم اللي احنا بلقولها بيني وبينك كده ملاخير اللي يحصل لده طبعا هل طبعا هل السمكة هل السمكة تتنفخ 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 لغطمة فرقعة لا فبتعمل ايه باشا؟ هي السمكة بتعمل كلقاتي بتاخد المية اللي دخلت لها ديت وتعديها من على الكدني الكدني دي الكدني دي اللي هي اسمها الكاليا حلو؟ الكدني دي تيمعلم موجودة فين؟ في بطناء في الابدومنال كافتي اشتا اشتا نول تاني نول تاني هي بتاخد الوطر عملت ابزورب الوطر عن طريق الموس عدتها من على الكدني الكدني اللي هي الكليتين الكدني دي تتموجودة فين؟ ان الابدومنال كافتي يعني بطناء فين بالاقص في بطناء؟ وورا العمود الفاكر عند الاسباينر كده هادي الاعتراض ماشي اشتا 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 ادخلتها الكدني بعد كده عدتها من على الابدومنال كافتي طب بعد الابدومنال كافتي ايه اللي حصل؟ فلطرتها اه خلاص انا ياسف عدتها من على الكدني الكاليتين فلطرت المية دي فصلت الملح عن المية فصلت الملح عن المية خدت احتيالي من الملح حطته جواه طب المية الزيادة طلعته في هيئة مخفف يورين يعني ايه مية فيها شوية املاح بسيطة اللي احنا بنقول عليه بول ده الحمام بتاعها طلعته كده ورميته في المية اشتا اشتا مية فيها ملح فرميتها كده وخلاص اللي بيحصل في الفش الفش يا باشا بتاخد المية اشتا اشتا عن طريق المية والسكن والجلز. ممكن نختصرها. ممكن نختصرها عشان ما تنساش الثلاثة دولار. عن طريق الجسم. الجسم ديت. جي اس ام. الجسم. الجلز. والسكن والماوس. يبقى عن طريق الجسم. عن طريق الجسم. الجلز والسكن والماوس. جلز والسكن والماوس. اشتا. اشتا. هتاخدها يا باتش. هتعديها من على الكيدني. الكيدني دي ايه لازمتها? كيدني فلاتر. بتفلتر. الكني دي فين؟ في الابدومنالكافتي معناها بطن اشطى اشطى مع كده بعد ما اتفلترها تفصل الملح عن المية فالملح تحتاج تاخد شوية منه عشان هي محتاجية طب والباقي اللي هي مش محتاجية تدخله تاني في المية وترميه على هيئة على شكل دايليوتيد يورين دايليوتيد يورين حدا ان اعتراض لا يبال لان اقتراض دلوقتي في الليبن اللي عايشة في الفريش ووتر معلش نسأل سؤال حلو بقى انشوفها كيفط مصوح صحيح مالا هي الفريش ووتر عندها هاي اسموتيت بروجر ولا لو اسموتيت بروجر ثانية واحدة يا مستر الفريش ووتر هي الملح فيها قليل؟ اه يبقى بقول عليها اللي هي عندها لو اسموتيت بروجر ماشي في نوعين من الاتيئنات الحية بيعيشوا في الايه في الفريش ووتر اللي هي عندها لو اسموتيت بروجر يما يونيسيلر زي القميبة واليوجلينا والبراميسيوم دولة يبقى عندهم ايه باشا؟ دولة يا باشا؟ دولة بيقى عندهم ملح اكتر من المياه اللي هوا عاشين فيها فبالتالي المياة بتخش من الفريش وتر ليهم بس هل بتخش وتخليوهم في رق тоже我不 Tada ده بتخش فيه يا باشا في فاتهOL فاتهول يعني كيس الكيس ده اسمه إيه bullshit يعني كنت conserve يعني حاجة بتنكبض او بتنكمش او بتاعصر نفسها الكيس يعني theoretical best of its هو بتاطاي المايا طب هل بتفضيها ازاي؟ الميا اللي هتخرج عليятиع Meh السلة جدار السل verdade السل ده س ý هذه النجاح يعني آلام يعني أمي بي يخرج هات لو قاعده سجغب مزاجه. فهو بيخرج الماء. حد Soy ماضي يعطي أي مازي في الخارج ج初 مساحكم في الماء العصبة مشọn لدي كلبة المياه. ملح. شطط? شطط. بالتالي تخش للسمك عن طريق الجسم. ايه الجسم ديك؟ جلز ستين ماوس. جلز ستين ماوس. جلز ستين ماوس. شطط? شطط. بالتالي تعدى من على الكدني. بعد الكدني الايه يحصل يا باشا? تفلطارها. د confidently تعمل لها ايه؟ تفلطارها. كدني فالاتر. تعملها ايه؟ تفلترها فتحولها تدخليها الديوتي ديورين مكفف فترميه بقى يلا بقى مع السلام تبدأ لأقول في الفريش ووتر تبقى جميل لو اتكلمنا على عيش في السولة ووتر صلى على النبي على عسى والسلام يعني سولة ووتر يعني ملح كتير ملح كتير يعني عنده هاي سولة كونسنتريشن واحد قال لي ها مستخص بقى احنا اجبلنا على كلمة سولة كونسنتريشن اقول هاي اسموتك برجر شطر يلا قلتها هاي اسموتك برجر اشطر؟ ان شاء الله يكون اشطر صلى على رسول الله عليه عزيزة والسلام عندي يا باشا نوعين من الحيوانات فيها مش حيوانات يعني اللي هو كيانات الحية يئمة فش السمكة العادية بتاعتنا اللي عايشة في البحر اللي احنا بنصطدها يئمة الشاركس ده بيتأقلم ازاي? وده بيتأقلم ازاي? صلى على رسول الله عليه الصلاة بص بقى باشا الفش بتاعتلم ازاي في الماء الملح في الماء الصلاة عندي دي الفش عادية ده بقى اهو اين ايه؟ سمكة ايه؟ هنفترض ان ده دلها اشطر اشطر وهناك الشاركس حلو حلو ده باشا هنا دي سمكة صح؟ عايشة في ملح في ميا بملح سلط وطر نعيش هسأل سؤالي الملح فين اكتر؟ في الماء الملحة؟ ولا في السمكة؟ حكيت في الماء الملحة؟ يعني الكونسنترشن هنا عالي الكونسنترشن بتاع ايه؟ بتاع السلط يعني الاسموتيج بريجر هنا عالي رابع ليه؟ بريجر هنا عالي صح؟ صح؟ فإيه اللي يحصل؟ وهنا السلط قليل فبالتالي البرجر او الاسموتيج بريجر ولير واحنا عارفين ان الماء بتحب الملح فين الملح اكتر؟ الملح اكتر في الماء ماشي ففي ماء جوا مين؟ جوا السمكة فتعمل ايه؟ تخرج برا السمكة وتسيب السمكة تخرج برا السمكة وتسيب السمكة هتمشي من اللو بريجر من اللو اسموتيج بريجر للهاي اسموتيج بريجر تطلع لبرا تلعي برا تلعي برا تلعي برا تلعي برا اشتوhh اتمنى انشتو abwb sh?.. جديك شاهم.. معلش. بخير يالسمكة عمال يخرج منها مية يخرج منها مية يخرج منها مية. ايوة انا استفادت اي ما يخرج يا مستور حسنا احنا بنقعرق.لا مش فهمني. سمكة هي تطقينا كدو متخسها ايه مايتخرج 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 و مايتخرج Việt هأكيد مش هتطبق يعني. اكيد مش هتفعز جوا بعدها صح? اه. امال اللي بيحصل ربنا يا عم خليها تتأكلم في الحور ده ازاي? بعد ما هي عمالها تخسر في مياه 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 اه. ربنا عمل لها ايه بقى? ربنا يا باشا خليها تعمل تبلع تشرب مش فاهم. خليها تشرب مياه كتير. طول ما انت ماشية طول اليوم عمالها تشرب في مياه 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 تشرب 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 م بتخليها تبلع مية بتعمل ايه بشا تعملها الادبتيشن الادبتيشن ده بيحصل ازاي? ادبتد باي. ادبتد باي. انجست انجست يعني بلعها. لارج امانت اف الووتر. اف الووتر. ليه? عشان تعود. تو مبنسيت. تعود. اللسق في الووتر. خسارة المي. هل في حاجة صعبة? ان شاء الله لا. تبا باشا? السمكة. الشاربس قصدي. الاسمه ايه? اسمك القرش. ايه اللي بيحصل لها? بس يا صديقي الصدوك. لا اسمك القرش. ايه اللي بيحصل كنقاتي? سمكة القرش عاملة زي السمكة بالزبط. هنفترض ان دي سمكة قرش. انا بحبد. هنفترض ان دي سمكة قرش. حلو حلو. قرش. هزا قرش. ماشي. المفروض اللي يحصل. المفروض ان الماء تخرج من هنا الهنا. صح? اه. لا ان الماء ما بتخرجش. ليه? هنا سلت ووتر. لا ان الماء ما بتخرجش. ليه ما بتخرجش? ليه في سمكة القرش الماء ما بتخرجش زي السمكة العادية دي. قلب يا باشا سمكة القرش دي سايعة. بتعمل حركة اللي هم ده موت. ايه الحركة؟ مش هي بتشرب ماء طولي اليوم. اه. فبتحت بتعمل بتبيه. اه. البيبي ده قبل ما يبقى بتبيه او قبل ما يبقى يورين او قبل ما يبقى يورين. هو عبارة عن حالة اسمها يوريا. تمام? عبارة عن حالة اسمها يوريا. اليوريا دي تبقى موجودة في الدم. تبقى موجودة في الدم. فهي عشان تعمل ببيبي ده. هي بتفصل اليورين. اليوريا او الصلاة. بتفصل اليوريا. وتخرره في حتة و تضعه معنى في حتة الواحدة ماشي اليوريا دي بيبقى فيها أملاح بيبقى فيها أملاح اليوريا دي بيبقى فيها أملاح فها بتعمل ايه؟ بتفضل مخلية اليوريا جوه البلد بتاعها نقول ثاني نقول ثاني دي مبتعملش حمام هيا بقى عادي هيا هتعمل هيا دي مبتخرجش الماء برها ليه؟ بتعملها ازاي؟ بتحافظ عليها عن طريق ان هي بتخلي البرجر بتاعها زي البرجر بتاع اللي بره مش فاهة السلطة فيها تان عالي فبالتالي الاسموتر فيها عالي هي بتزود بقى الملح جوه بتزوده ازاي؟ بتكتمل الحمام جوه بتخلي اليورين أو اليوريا يفضل جوه بتفضل بتعمل ايه بقى باشا؟ بتعمل ريتين بتحافظ عاليوريا ايوا انا كذا استفدت ايه? يولا جواها املاح. فالاملاح لما يفضل في الدم لما الاملاح لما تفضل في الدم فبالتالي اللي هيحصل له في السمكة نفسه هيزيد. فتقريبا السلط هنا هيزيد. والسلط الاتنين هيزيدو ايباري من بعض. فبالتالي فبالتالي هي خلط الاسموتر بتاعها بقى عشف بتخلي البرجر بتاعها زي برجر بتاع مين متاع الملحe visiting عال يا فبالو اطراض عن طريق ان تخلي تيجي تعمل حمام. بتقولك لا انا احتفظ باليورين، باليوريا جوه البلد مش هفصله ليه؟ عشان اخلي البلد عندي في ملح كتير وطالما البلد عندي في ملح كتير فبالتالي هتساوه مع البحر وفقدر اعيش عاية دي ما اخرجش ميا وما اضطرش اشرب ميا كتير واللياد كلها حد انها ترد؟ لا الفيسيولوجيكال صعب؟ ان شاء الله يكون لا هدو يعني بحاجة؟ اتمنى يكون لا صعبة؟ بيعني اللي لا لو انا قلت لك تعال نتكلم بقى على البيهيفيور البيهيفيورال البيهيفيور التشت التصرفات يعني السمك بتعمل ايه؟ عشان تحمي نفسها من الظروف الكوسية اللي هي فيها هناخد مثلا على السلمون 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 ايه السلمون دا مالو اعمل ايه؟ بتحمل نفسها هزاية هيا بتشوف الظروف اللي حواليها صعبة؟ صعبة اه صعبة، وبالتالي بتحمل نفسها بتحويل تحمل نفسها فأبتعمل ايه؟ بتحويل نفسها وتحمل CAP gua صلع النبي السلمون بيتولد بيتولد فين قلت بيتولد في المية عزبة في فروش ووتر انا اسف هو مش بورد هو مش بورد هو مش بيتولد هو بيبيق هو عبارة عن بيض الاجي الاجي بتاعت السلمون بتاعة موجودة فين? في الفريش ووتر. خلاص حلوة. فقست الحمد لله. بقت سمكاية. سغنونة. بعد كده بتجبر. بعد كده الحمد لله بلغت. بقت سمكاية سلمونية حلوة كده بلغت. فيها مش لها? حد انا اترد ماشي. وصلت لمرحلة اسمها سمولتيفيكيشن. ايه سمولتيفيكيشن دي? دي مرحلة عندي سمكة السلمون بتزبط فيها. بتبدأ تغير في حاجتين فيها. بتبدأ تغير في حاجتين فيها. ايه هما الحاجتين بتقوحة اللي بيتغيروا? السيركيولاتوري سيستم. دورة الدم اللي بجسمها. بتبدأ تغيرها. هي بتبدأ تصار للمرحلة النضج. خلاص بقت ايه? بقت كبيرة وعالة وشابة كده وعايزة تستقلل بنفسها تعيش حياتها بقى وتروح تتجوز بقى وتعيش حياتها. فبتعدم على مرحلة اسمها السمولتيفيكيشن. السمولتيفيكيشن ده بيحصل فيها حاجتين بيتغيروا. بيحصل موديفيكيشن لحاجتين. موديفيكيشن يعني تعديل. بيحصل موديفيكيشن اللي حاجتين. بالسيركيولاتوري سيستم والرسبايولاتوري سيستم. زي العسر. طب لما انا بتاعي تغير في السلمون والرسبايولاتوري سيستم بتاعي تغير. هقدر عايش ازاي في ماء العزبة. الفريش ووتر. احنا كل ده في الفريش ووتر. الليك ما هو بيتغيره. علشان السلمون هتعدي من الفريش ووتر. تروح لمين? للسولت وتر. الغرابة عمشان اجتباهنا عشان تبقى ايه تواجد لسولت وتر. اذا يعني سمولتيفيكيشن دي بتحصل عشان السمكة تتنقل من هنا الهنا? اه. طب هي تعمل في السولت وتر. قلك يا فاشا. دي بقى دي المنطقة اللي هتروح تتجاوز فيها. اللي اسمها ولا يعني ايه? خلاص تبرد بقت عقلة بلكت. اشطى اشطى. طب بعد كده خلاص مش هيجاوزت محتاجات بيض. هتبيض فين? رفعو عليك في الفريش ووتر. طب هتبيض فين في الفريش ووتر. تعمل في الفريش ووتر. فالفريش ووتر يعني هتعمل فيها البيض. البيض يجبر 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 يحصل بعد كده يتحول يروح لايه? لمية البحر. يعيش هناك يتجوز هناك بعد كده يبيض في مية العزبة. طب ليه ربنا الخلاقة بتعمل كده? علشان تحمي البيض بتاعها من اي هجمات لاي حيوانات مفترسة في مية البحر. يعني هي بتروح تبيض فين? بتروح تبيض فين? تروح تبيض في المية العزبة. ليه? عشان مفيش هناك حيوانات ايه? خطرة او مفيش اسمك اه كير قرش بقى وحد بيأكل حد وكلام ده مفيش هناك خناقات. ايش طب? فتبيض وتجبر وتحلو وتقدر تعتمد على نفسها فخلاص بقى تعالي لنا بقى ايه? نعيش بقى عادي تعالي عيش معنا بقى في المية البحر عادي. بعد ما تتجوز هتروح تبيض فين? فين? في المية العزبة وهكذا 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 وهكذا. ولو غضو لقى في اي مشكلة اتمنى تقول لا اتوصل الله على النبي على السلام. تعالي قوليك على نوت حلوة. نوت حلوة ان شاء الله. معنىش هو عمل ايه? غير السيركولاتري سيستم بتاعه. اللي هو النزام الدم بتاعه. صح? اه. هو مين اللعب في الدم مت شوية? القرش. لعب في الدم بتاعه. عمل ايه? كان بيحافظ على الميزان التوازن. عمل ما بين السلط اللي في جسمه والسلط اللي في الايه? اللي في السلطي ووتر. حد من اعتراضه. عمل ميزان بحيس ان نخلل كده صح? اه? معلش ثانية واحدة بس قبل نقول اي حاجة. هو عمل ميزان ازاي? او او خلى توازن خلى توازن ما بين الملح اللي عنده والملح اللي في الماء ازاي? عن طريقة مستر ان هو حافظ على اليون الفرد المحافظة على اليوريا. اللي موجودة ايه جوة الدم بتاعه. معلش هي ايه اليوريا دي اصلا? تعالي اكتبها لك هنا. والليء يكتبها ولك هنا. اي هو عبارا عن ايه? كيميلاوي السابستانس. مادة كيمياء ايه? ايه طريق 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 طريق. او بقول عليه نيتروجيناس. النييتروجيناس. النياتروجيناس السابستانس cuanto. المادة. فيها هي نيتروجين. هل عليك رمزاه؟ لا مش عليك رمزاه. طبعا مش ماهم. فهي نيتروجيناس السابستانس. بتبقى فين؟ بتبقى موجودة في الدم في البلد نيتروجينيس سابستانس لو انت عايز تعرف ايه اليوريا دي بالاخصة اكتر يعني هي البروتين في اليسمك لما بتكسر بيطلع اليوريا بيكون اليوريا فاليوريا بتخرج تمشي في الدم عادي خالص بعد كده الدم بياخد احتياجه من اليوريا هوبا يرمي الباقي على هيئة يورين على هيئة يورين حدا انه اعتراض اشطه اشطه فاليوريا هي نيتروجينيس سابستانس ، طب معيش يبقى مشا ايه استيركولاتري سيستم برضو؟ النظام الدم ليعب في الدم هوبالاي بلعب في الدم ليه؟ عشان هي هتتحول فوط باعشان هتتحول المائة عزبة يوم اليوم ال struggles انه مسحل م، هي هتتحول ماري صح اي افو الcie انها قد تحول المئة في الماء العزبية غير المياء يعني الاكسجين عشان الاكسجين اللي في المياه العزب غير اللي في المياه الملح فيه فرق بسيط كдуه onde قشطع اشطع يبس سيرفيلات مليا فيها ليه عشان السلينة الملوحة بتاعت الايه بتاعت المياها هيينقل ميا savior مياه ملحةrah فلازم يزبط الملوحة بتاعته هو كمال عشان يروح اللي هناك عشان ما يموت ش طب سيرفيلات مصلو الحوار وخلي بالك اللي اتنين دولت اللي اتنين دولت اللي اتنين دولت ممكن احطهم تحت تحت بند تحت بند الفيسيولوجيكل فيسيولوجيكل فيسيولوجيكل قد بتشت يعني هو غير في نفسه علشان يعرف يعيش في ماء البحر هو غير في تصرفاته علشان يحمي البيض بتاعه فرح باض فين؟ في ماء عزبة طب عشان يعرف يتنقل من ماء العزبة للماء الملحة عمل ايه؟ عمل فيسيولوجيكل اللي هو عن طريق انه هو غير السيركولاتري سيستم عشان السلانيتي بتاعت البحر بولوحة البحر وغير السيركولاتري سيستم عشان الاكسوجين صلاح نبي عناسه السلاني ايه؟ الستركتشل أدبتيشن يعني المثال بتاع الراري بتاع الجيم اللي انا اترك في اول السنة خالص ايه؟ في اول السلشن خالص ها هو ده يعني السمكة بتعمل ايه؟ عشان تتكايف على الظروف اللي هي فيها بص يا معلم لو السمكة يا معلم عيشة تحت خالص فقع ماكل مية ايه؟ اللي بيحصل يا صديقي؟ اللي بيحصل كلقات اولا في مشكلتين ان البرجر على السمكة كبير جدا 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 فالسمكة بتبقى مضغوطة بتبقى مضغوطة ربنا خلقها مضغوطة بحيس ان هي تبقى رفيعها كده بس حيسها مشفوطة كده بتبقى مضغوطة السنين في مشكلة تانية في الديبوتر ايه المشكلة التانية؟ ان هي دارك دارك يعني ايه؟ ضلمة خالص مفيش نور ماشي فربنا عمل ايه بقى معلم؟ خلى ان فيه السمك اللي تحت عيش تحت السمك اللي عيش تحت اللي بيحصل له يكون عينه تخينه عينه كبيرة عنده معلم عشان يعرف يشوف تمام؟ ربنا سهل حركة السمك ازاي؟ الموفمينت اولا عن طريق ان هو عمل لها زعانف فينز او فينز اللي هي ازاي عانف اشتة السنين خلى فيها ستيل اشر اشر ع الجلد بتاعها خلى فيها ستيل وميوكس ايه ستيل وميوكس؟ الستيل ده الاشر الميوكس ده هو حاجة مخاطية حاجة لازجة حاجة طريق كده حاجة طريق اشتة اشتة ده هدفها ايه؟ اولا يا باشا هدفها حاجتين ان هي تكون ووتر بروف يعني ووتر بروف يعني تبقى مضادة للميو بحيس ان السمك بتقاشمشية تشفط الميو من ايه؟ من حواليها لا فتبقى ووتر بروف تاني حاجة باشا هي بتقلل تعمل ريديوس للووتر ريزستنس يعني ريزديوس يعني بتقلل بتقلل مقاومة الميو انا حق الله مش فيها بتقلل مقاومة الميو يعني وهي عشية بتخلل الميو لما بتجي عليها تزحلق ابعادي 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 فيها ايه مشاولة؟ اتمنى اكنا نديني يا زي الفل تب تلاتة حالية باشا بتساعدني في الموفمينت ايه هي؟ ان هي عندها شكلها بيبقى مسحوب ستريم لايند ستريم لايند ستريم لايند يعني مسحوبة يعني مسحوبة رفيعة او اللي هي شكلها شكل حلو كده بيشوف العربية الحديثة اللي هي بتبقى مسحوبة التحت دي هي ليه بتبقى مسحوبة؟ علشان علشان تبقى اسرع ليه برضو؟ عشان بتعمل عشان بتقلل يعني بتقلل الووتر ريزيستنس حد انه اعتراض اتمنى اكنا نديني يا زي الفل فهي باشا بتقلل مكاومة المية مش فاهم يعني اسطح هي بدولة تماشي او تعم؟ لو هي عريضة كده لو هي عريضة مش مصحوبة هي ماشي دولات في المية هي عريضة تخينة ماشي عمالة تبط في المية كلها تتخيل بقى لو هي مصحوبة مصحوبة يعني ايه؟ بص بص دي كده هي عريضة انا عسف عشان انتو اشفتاش هي ريز مع عريضة تخيل كده يماشي كده عمالة تزوء المية كلها بص كل ده بيواجه المية كل ده بيواجه المية طب لو هي مصحوبة بص 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 المصحوبة يعني ايه كده بص عملة زي الساروخ كده بص محدش حاس بيها عملة زي العربات المصحوبة المصحوبة العربات الحديثة اللي هي المصحوبة دي اللي بتبقى واطي على الارض ومصحوبة خالص دي تحس دي عشان تعدى ايه؟ عشان تعدى التعدي الهوى بسهولة جدا نخلي الهوى تزحلق. فبالتالي انا بقلل مقاومة الهوى. بقلل مقاومة الهوى. او هنا بقى انا هنا عشان انا بتكلم في البتاع ديت فانا بقلل مقاومة المية. ده مضلت في اي مشكلة? لا. طب باشا. طب نسأل سؤال تاني. او اقول لك على معلومة تاني. ليه عم السفينة بتبقى مبوزة من قدام او ليه كده? ليه المسحوبة. اشطى? اتمنى نكون اشطى. طب صلى على رسول الله على اسوه السلامة. تالت حاجة انا نتكلم عنها وهي الله مصلاح سيدنا محمد البونيفش اللي هي المعظمة. البونيفش عندنا عظم. اشطى? اتمنى نكون اشطى. ايه البونيفش ديتها باشا? بارواها زي ساك كده. ساك يعني كيس. بيحافظ عليه عالبيونسي بتاعتها. يعني البيونسي ديت. البيونسي دي اللي هو الطفا. الساك الكيس الازمته. الطفا. الازمته? الطفا. الازمته? الطفو. الازمته? الлизمته? اللي الطفو. الكيس الازمته? انها حعظ في الطفو. حتى باشا. ساحلا على نبيه على سوس السلام. نقصنا نقترب عني أد puntos دي الأنسان؟ نقصنا بالضبط كلمتين. عندي كلمة اسمها عز اس مك وكلمتين انت عارفهم. بس المجرد من اسميات. عز اس سي bulم واحدة واحدة بعد صديقي السدوك وواحدة واحدة وعلي هذي كده وربنا ايه يأثر الحال ماشي مبدان ايه الجزء تشينج ده صاحب ايه حول انت اذا بتاخد الاكسوجين قاعدة بتنفس الاكسوجين يعني انت بتحصل على الاكسوجين الاوبتين الاكسوجين منين؟ من الاير او استراوند الحتة اللي انت عايش فيها لو انت بتتكلم كإنسان لو كإنسان اي حتة بقى في السراوند اللي هو المية يقصد بها مية طب النبات من التربة وهكذا فيها مش له؟ احدان اعتراض ايش؟ طب باشا؟ طب بتطلع جيت ريد اوف جيت ريد اوف يعني ايه؟ يعني جيت ريد اوف بتطرد مين؟ ده اسمه تبادل الغازات بس التلفز الخلوي بتاع السل نفسها خدناها والله العظيم بصوا صاحب ده السلممبرين صح؟ اه كان ساعتها قلنا الفود اللي هو قصد به الجلوكوز الجلوكوز ده كان ايه اللي بيحصل له صديقي؟ الجلوكوز ده كان بيدف المية كان بيدف المية وكان بيخش عن طريق السلممبرين كان بيخش الحاجة اسمها متوكندريا او ماي المايتوكندريا ده ده مصنعة طاقة مصنعة طاقة ماشي اللي يحصل للجلوكوز ده كان كان بيدكسر كان الجلوكوز ده كان رمزه سي ستة اتش اتناشر او ستة. يعني احط عليه اوكسوجين يكسر احط عليه اوكسوجين خلاص باش اتقسر القسر 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 التك تك 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 تك. اتحرق يتحرق همان له اوكسيديشن. فيتحول لي مركب شكل ده مي grande. فيه سي او في اتش بيتحري بيتلعى ثلع ابتلعى هذا مكسر ومعها Breat濁 كل شينا ف現 لا عبر عنا هو غنا وضغط واتحريت فتonteج board جميع سهلا بالأقل حصل الغن الأقل يحصل لأكسديشن يتحول لإينارجي طاقة يطلع السيوتو جاز خلاص هو خد أكسوجين وعلى فترة هنا بيقى فيه أكسوجين خد أكسوجين وطلع كربوندرسل اقصر اخد أكسوجين خد أكسوجين وطلع وده دايب في مياه دايب في مياه يعني أكوس دايب في مياه يعني أكوس الإنرجي دي طاقة الطاقة دي بقول عليها اسمها ATB ATB دي طاقة حدو نعتراض أتمنى أن ينزل فل صلى الله إلى رسول الله على شبه appeals موضوع بيطلعو بيطلعو بحاجة اسمها الديفيوجن دول تاني دول تاني اليوني سيولر بيعملو او بيحصلوا على او بيعملو اوبتين للأكسوجين بطريقة اسمها الديفيوجن ايه طريقة الديفيوجن دي الانتشار يعني بترميها البره اطلع البرة تك 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 تا انتشرو البره احد اني الحاجة او الديفيوجن دي بمعنى اصحة وهي حاجة شبهة طريقة شبهة الاسموزز فلا جميل اتمني تكون فل اتمني تكون فل وبكده يا عم نكون وصلنا لنهاية استيشون باعتنا الحمد لله اتمنى يا معلم تكون الدينا زال فل وان شاء الله الدينات تكون حلوة ولو انت فهمت ادعينا بالخير ادعينا بالخير وما تنساش تشاهر الفيديو ده مع صحابك وخليهما استفادوا عشان انت ربنا رزعك ايه السواب يبقى انا ربنا رزعني السواب وانت ان شاء الله يكون ربنا رزعك سواب ان شاء الله ربنا رزعني ورزعك اشتاء اتمنى اكون اشتاء صلى الله على نبي عليه الصلاة والسلام تمنوني بحاجة يا شباب يلا اشترككم مستشان ليه على خير صوانيك